السلام عليكم أصدقائي اليوم سأتكلم على فيزا البحث عن عمل في السويد بدون شروط لغة بدون عقد عمل يعني إذا أنت مهتم بالسفر للسويد في هذه تعتبر من أسهل التأشيرات لدخول السويد أعمل لايك ومشاركة للفيديو حتى يستفيد منها أكبر عدد من الناس وبالتوفيق للجميع لو تتذكرون منذ فترة قلت لكم كل مرة تسلني تعليقات حول كيفية القيام بمخاطة سفر كيفية القيام بصيرة ذاتي وهي كذا من الأسئلة خممت في هذا الموضوع قلت أنه هذه الناس معظمها لا تعرف قيام بصيرة ذاتية حسب نوع البلد ومعظمها لا يعرف عمل مخطط سفر يعني ستكون نسبة حصولهم على التأشيرة ذئيل جد لأن السفارة ترفضك على أقل خطأ فبحثت في عدة قنوات على اليوتيوب يعني القنوات المختصة في هذا المحتوي لم أجد أي قناة تشرح للناس كيفية عمل مخطط أو أي شيء يقول لك هذه تأشيرة البلد المعين لا يشرح معك التفاصيل بالتدقيق ويترك لك رابط التقديم صدقوني لم أجد أحد فيهم يعني من اللي شفتهم أنا ولا واحد يحكي على كيفية اتمام هذه الأشياء لماذا؟ لأن هذه الأشياء تأخذ وقت فيقول أنا أقدم له الحلول للسفر وهو سيجمع الأوراق بنفسي فقلت في نفسي لما لا أعمل مجهود مضاعف أنا سأقدم لكم فيديو وهذا الفيديو إذا يستحق خطة سفر سأشرحها لكم إذا يستحق سيرة ذاتية سأترك لكم نموذج وأنت فقط غيروا أسمائكم وبياناتكم يعني فيديو اليوم فيه مخطط سفر أنا سأشرحه لكم لأن مخطط سفر البحث عن عمل ليشبه مخطط سفر سياح يعني أنت تكمل الفيديو وإذا ستقدم عليه هذه الفيزا ستجد رابط في صندوق الوصف رابط في صندوق الوصف لأن الكثير منكم يقول لي أنه لا يوجد رابط في صندوق التعليقات لذلك غيرته ستجدون رابط في صندوق الوصف ترغط عليه يأخذك لمدونة صغيرة ستجد فيها كيفير القيام بمخطط سفر ماذا ستكتف في هذا المخطط وستجد رابط هذه الفيزا وكل الروابط التي سنتكلم عليها اليوم بشكل مبسط حتى الكل يتمكن من الوصول إلى الروابط وإن شاء الله الوحد يعمل كل اللي عليه حتى أساعد أكبر عدد من الناس وليمهتم بفيزا السويد يقدم وإن شاء الله يقبل بالتوفيق للجميع طولت عليكم لكن حتى الكل يفهمني أي شيء ستجدونه في تلك المدونة تأشيرة البحث عن عمل هي نوع جديد عملتها حكومة السويد حتى يتمكن الشخص الذي يريد البحث عن عمل في السويد من التقديم بهذه التأشيرة ويقوم بالسفر للسويد ويبحث عن وظيفة أو يستطيع القيام بمشروع أو شركة صغيرة إذا أنت تملك فكرة مشروع تستطيع السفر إلى السويد بهذه الفيزا إذا أنت تريد العمل في السويد تستطيع السفر إلى السويد بهذه الفيزا إذا أنت تريد فتح شركة في السويد فتستطيع بهذه الفيزا باختصار حكومة السويد قالت لما لا أعمل فيزا جديدة وأمشي على منويل ألمانيا والبرتغال وغيرها من البلدين التي تقدم هذه التأشيرة فقمت بالبحث في هذا الموضوع ووجدت أن هذه الفيزا أسهل بكثير من بقية الفيزا التي عملتها الدول الأخرى وأنا أنصح أي شخص بالتقديم في السويد لما؟ لأن في هذه الفيزا مميزات كما قلت لكم لن تجدوها في دول أخرى ومن مميزات هذه الفيزا أول شيء معظم الشعب السويدي يتكلم باللغة الإنجليزية يعني أنت لن تجد شرط لغة مثل ألمانيا أو البرتغال ثاني شيء السويد من الدول القلائل التي تعطيك الجنسية وأنت لا تتكلم لغتها يعني أنت إذا ستستقر في السويد إن شاء الله عند التقديم على الإقامة الدائمة لن تجد شرط اللغة مطلقا ثالثا مدة الفيزا تتراوح من ثلاث إلى تسعة شهور يعني أنت تستطيع البقاء في السويد تسعة شهور كاملة حتى تجد وظيف عند الحصول على وظيفة تستطيع التقديم على الإقامة وتعيش في السويد أنت مستوعب معي بلد مثل السويد يعطيك فيزا باش تسيف للسويد وتبحث على شغل يعني أنت تريد العمل والعايش في السويد الحكومة السويدية تعطيك فيزا حتى تبحث بنفسك عن عمل ولمدة تسعة شهور حسنا يا ترافلهيلب أنت قلت لني أن الحكومة السويدية عملت فيزا حتى نستطيع البحث عن عمل فيها هل توجد وظائف معينة عملتها حكومة السويد؟ الجواب على هذا السؤال لا كل الوظائف متاحة التخصصات المالية الهندسة بأنواعها النجارين السباكين وهكذا وهكذا من الأعمال من الآخر السويد عندها نقص عجز كبير في اليد العامل وفي معظم التخصصات يا ترافلهيلب هل أستطيع أن أستحب معي زوجتي أو زوجي وأطفالي؟ بهذه الفيز الجواب على هذا السؤال لا لا تستطيع لكن إذا وجدت شغل في السويد تستطيع التقديم على فيزا لم أشمل يعني أنت سفرت إلى السويد ووجدت عمل عملت عقد عمل وإقامة تستطيع دعوة زوجتك أو زوجك وأولادك حسنا نذهب للأوراق المطلوبة أول شيء جواز سفر السيري المفعول لمدة سنة ثانيا تأمين صحي يغطي فترة إقامتك في السويد يعني لو أنت قدمت على فيزا بثلاث شهور يكون التأمين الطبي مغطي الثلاث شهور لو قدمت على فيزا تسعة شهور يكون التأمين الطبي مغطي لتسعة شهور ركزوا في هذا الأمر جيد لأن هذه الأشياء نراها بسيطة لكنها تؤدي بناء إلى الرفض ثالثا الشهائد الدراسية تكون مترجمة وموثقة من السفارة السويدية يعني أنت لو عندك شهادات في أي مجال يجب أن تعمل لها ترجمة في الخارجية لبلدك وبعد ذلك توثقها في السفارة السويدية لأن هناك حاجة اسمها letter of cancer هذا الخطاب أنت ستقوم بملئه والإمضاء عليه لتعطي الحق للسفارة السويدية للتأكد من الورق اللي باش تقدمه هل صحيح أو لي يعني في هذا الخطاب باش تقول لهم أنا ما عنديش أي مشكلة ويمكنكم التأكيد بأنفسكم ستجدون هذا الخطاب في المدون التي قلت لكم عليها منذ قليل يعني ستجد رابط في صندوق الوصف تضغط عليه يأخذك لمدونة صغيرة ستجد فيها هذا الخطاب مترجم وتحته رابط تضغط عليه سيحمل الخطاب في هاتفك أو حاسوبك تمشي تخرجه وتمليه وتهزه مع الشهادات وبقية أوراق الفيزا وتقدمه للسفارة يجب يجب أن تملأ هذا الخطاب وترفقه مع بقية أوراق هذه النقطة وارحة رابعا كشف حساب بنكي يكون مغطي فترة الإقامة في السويد هم وضعوا لك في الشهر 13000 كورونا سويدية تساوي باليورو 1200 يورو يعني أنت إذا ستبقى ثلاث شهور في السويد للبحث عن عمل يجب أن يكون معك 3600 يورو وهكذا يعني تضرب عدد الشهور اللي بشتبقها في 1200 يورو وبعد ذلك تحولهم وتشوفهم قديش يصبحوا بعملة بلدك هذه كل الأوراق المطلوبة جوز السفر تأمين تبي الشهائد المتحصل عليها وتكون مترجمة بالسويد لتر أوف كانسر ورقة فيها خطاب تقوم بالإنضاء عليه ستجد الرابط الخاص بير الخطاب في المدونة وكشف حساب بنكي هذه كل الأوراق المطلوبة حسنا نذهب للشروط المطلوبة حتى تتمكن من التقديم عليه هذه الفيزا أولا يجب أن يكون معك شهادة باكالوريا أو شهادة ماجستير أو دكتوراه من أي جامعة أو دولة في العالم يعني من الهند من المغرب من أفغانستين أي بلد في العالم عندك منها شهادة باك أو ماجستير أو دكتوراه تستطيع التقديم هذه هي الشهادة وطبعا الخطاب اللي تكلمنا عليه منذ قليل يخص هذه الشهادات أنت معك باك ماجستير دكتوراه ستجد خطاب تمضي فيه وتقدمه للسفارة يعني شهادتك معتمدة دولين وموثوقة ثانيا إثبات بأنك تبحث عن وظيفة في السويد وإذا أسهل شيء تقوم بالبحث في المواقع عن شغل في تخصصك ستجدون رابط التقديم على زوز مواقع في المدونة تدخل وتبحث عن وظيفة فيه واحد فيكم سيسألني إذا سأبحث عن شغل من بلدي ووجدت وظيفة لما أقدم على فيزا البحث عن عمل سأحصل على عقد من ساحب العمل وأسفر به حسنا الحكومة السويدية ورعت هذا الشرط حتى تثبت لها أنك فعلا ستسفر وتبحث عن عمل يعني ليس ملزما عليك جيب عقد عمل فقط رسالة من أي مكتب أو أي شركة أو مؤسسة في السويد عبر البريد الإلكتروني مجرد رسالة أنك قبلت في العمل أو أحد إجابك ستطبع هذه الرسالة وترفقها مع بيق الأوراق وفي السفارة تقول لهم أنك تحصلت على رسالة موافقة عبر البريد الإلكتروني ومسافر للسويد لمعرفة مكان وكيفية العمل وهكذا تفاصيل أنا سأترك لكم رابط مواقع التوظيف تمشي وتبع عديد من الإيميلات في وظائف حسب تخصصي وتحصل على رد أو موافقة تطبع هذه الرسالة وترفقها مع الأوراق فقط هذا هو الإثبات أو تقوم بعمل مخطط سفر يخص البحث عن عمل هذا الذي تكلمنا عنه في أول الفيديو سأترك لكم في المدونة كيف تقوم بعمل هذا المخطط أي شيء سنتحدث عليه في الفيديو ستجدون شرح مفصل في المدونة هذه كل الشرون نذهب لكيفية التقديم أنت ستجمع كل هذه الأوراق التي ذكرتها لكم وتحضرها مع أبليكيشن الفيزا وتأخذها وتروح للسفارة السويدية وتقوم بالتقديم بالنسبة لأبليكيشن الفيزا ستجد رابط في المدونة تضغط عليه ينزل لك كل الأوراق في الهيد بالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر